اشتركوا في القناة لميات كيلومتر في الساعة في شكل هبات أنما انطلاقت هذا الأسبوع امتازت بعودة الفترات المسمسة ولتخلتها مجموعة من الصحب العبر والتي كانت أكثر كثافة بمناطق الجنوب الشرقي وإن كانت الصحب مواقة رعدية مرفوقة ببعض الأمتار المتفرقة وأيضا سجلنا نزول بعض الأمتار المحلية ببعض مناطق شمال تواصلة الوضعية الجوية تطالب من نصيب من اليقظة والحذر فيما خصها الجنب الحركي باعتبار أن الميز التقصي اليوم أيضا هو تواصل الهبوب الاحلقوية بالمناطق السحلية نتيجة لنشاط المنخفض للضغط الجوي متواجد قبالة جهة الوطن القبلي ومازلنا معانيين بتواصل تدافع الكتلة الهوائية الباردة على بلادنا تباعا لذلك بداية من الليلة نحكيه على عودة الملامح الشتوية الخالصة بأغلب مناطق البلد ثلوج بالمرتفعات الغربية لبلادنا نزول أمتار مواقة الرعدية بالشمال محليا بالوسطة والجنوب مع تساقط تل برد بأمكان محدودة ومزالة شدة رياح تطلب منها نصيب من اليقظة فيما يخص درجات الحرارة القصوى اليوم سجلنا فيها التراجع نسبي مقارنة بالـ 24 ساعة الفارتة الحرارة كانت في مستوى 9 درجات بالمرتفعات الغربية أرقام تروحت من بين 11 لل16 بالمناطق الشرقية لبلادنا اليوم سجلنا 15 بيتونس العاصمة وصلت محليا لمستوى 18 درجة بمناطق الجنوب الغربي إنما اليوم ستوقع أجواء شديدة البرودة بالمرتفعات تقريبا الحرارة ستكون من درجة تحت 0 إلى 4 وبالنسبة لبقية مناطق الولاد من المتوقع ستكون الأرقام من بين 5 إلى 9 درجات يوم الغد إن شاء الله مازلنا معانيين بالمواصفات الشتوية الخالصة نزول الثلوج وتساقط الثلوج بالمرتفعات الغربية لبلادنا نتوقع الأمطار الرعدية بالشمال بلوسط محليا بالجنوب مع تساقط تل برد بأماكن محدودة وفيما خصت درجة الحرارة أيضا بشي ساجلوا فيها تراجع نسبي مقارنة باليساجناه اليوم الغدوة نتوقع الحرارة قصوى تكون في مستوى 13 درجة بإقليم تونس الكبرى 13 بنابل 14 بقليبيا بالنسبة لزغوان تكون في مستوى 11 درجة 12 ببنزر تنخفض درجة الحرارة المستوى العاشرة بباجة 14 بيتبرقى 11 بجندوبة 8 درجة بسليانة 7 بالكيف بالنسبة لتالة نتوقع تسجيل 6 درجات بالقيروان 14 بجاة الساحل بسوسة بالمونستير وبالمهدية 13 درجة بالنسبة لعاصمة الجنوب اسفاقس وقرقنا 14 أقل بي سيدي بوزيد في مستوى العاشر درجات بالقسرين نتوقع تسجيل 6 درجات 10 بيقافسة 15 بيتوزر بيكبلي تصل حرارة قصوى إلى مستوى 14 درجة نتوقع تسجيل 14 أيضا بيقابس وبقية مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيرة جربان توقع 13 بمدنين بتطاوين وتسعة درجات برمادة بالنسبة للملاحة وسيد البحر يتواصل أعلام بهبوب رياح قوية سيري المفعول فيما يخص سواحلنا الشمالية منطقة تيسيرات وخليج تونس ريح تكون في أغلبها 100 قطاع الشرقي سرعتها من 25 إلى 35 عقدة وتتراجع إلى مستوى 15 عشرين عقدة بعد ظهر البحر يكون شديد الاضطراب إلى متموج بعد ظهر بالنسبة لخليج حمامات واجهة السحل ريح تكون من القطاع الغربي سرعتها من 15 إلى 20 عقدة والبحر يكون متموج وبمنطقة الشابة وجربة وصولا إلى جرجيس ريح شمالية غربية سرعتها من 10 إلى 20 عقدة والبحر يكون مضترب إلى متموج كالعادة نمدوكم بفكرة حول حالة تقس ببعض المدن والعواسم الأجنبية وقشرة 31 درجة أجواء مغيمة جزئيا بالمغرب الأقصى 15 بالجزائر مع نزول الأمطار أمطار أيضا بيترابلو 14 درجة حرارة نسبيا مرتفعة بالخرطوم 42-22 بالقاهرة بشبه الجزيرة العربية نتوقع 35 بالمدينة منورة 36 بمكة المكرمة صافية بالدوحة بأبوذبي ومسقط 22-22 بالكويت وأيضا ببغداد مع ظهور بعض سحب أمطار منتظرة ببيروت 17 بدمشق 14 بالقدس شريف بإسطنبول نتوقع أجواء كثيفة سحب 8 درجات وبأوروبا بالنسبة لرومة 16 درجة 14 بفيين بعد سحب ببرلين تقسمش بامستردام بريكسيل بريس وأيضا لندن 18 درجة نتوقع تسجيل 14 بجونيف 18 بمرسيليا بشبه الجزيرة العيبيرية 21 بمدريد وأيضا بلاشبونة تطور الوضع الجوي خلال الفترات القادمة مرور التقالبة الجوية بشكون مرور سريعا نسبيا وعودة أجواء مغيمة جزئيا إلى أحيانا كثيفة سحب بمناطق الجنوب يوم الأربع ريح تكون في غربها معتدلة إلى قوية نسبيا داخل البلاد والبحر يكون شديد الاثراب إلى مضطرب بخليج جابس فيما يخص درجات حرارة قصوى فمن المتوقع بشكون الأرقام من بين 10 إلى 15 درجة بالشمال وبالمرتفعات وتتروح من بين 15 إلى 19 ببقية مناطق البلاد يوم الخميس تتقلس حدة وفعلية الريح الشمالية تكون نشطة نسبيا قرب سواحل وضعيفة إلى معتدلة داخل البلاد أجواء عموما مغيمة جزئيا وممكن سجله ارتفاع تفيف في درجات الحرارة معيدة شروق والغروب ليوم الغد شروق الشمس بإذن الله يكون في الساعة 6 و55 دقيقة وغروبه في الساعة 6 و11 دقيقة لمزيد من المعلومات والأرشادات تذكركم بقنوات الأتصال خاصة بالمعهد الوطني للرسل الجوي موقع الواب تبعثوا إرساليات قصيرة وأيضا تتفعل معنا من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالمعهد أوقات صلات اليوم الغد صلات صبح بداية من 25 دقيقة ظهر من تصف النهار و39 دقيقة العصر في الساعة 3 و42 دقيقة صلات المغرب في الساعة 6 و13 دقيقة وصلات العشاء بإذن الله في الساعة 37 دقيقة شكرا على حسن متابعة الإمام إلى اللقاء